على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً من مدينة الراشدية تقع واحة ندشاكر في قلب وديزيز تجدب الواحة الزوار من كل مكان لما لا؟ وهي تشبه لوحة غنية بالألوان تمزج بين خضرة أشجار النخيل وصفرة الجبال الشامخة كان منظراً جميلاً ومبهراً للغاية لا مثيل له في أي مكان آخر لقد زورت المغرب عدة مرات وكل زيارة تعني لاستكشافاً جديداً وانغماراً جديداً في تراث المغرب الغني تكشف الواحة للزوار عن كامل سحرها خاصةً بعد الأمطار الأخيرة التي غيرت من شكلها بعد سنوات طويلة من الجفاف مع الأسف كان شيشوها الجفاف بعد ثلاث سنوات والحمد لله حي تصبتشتا مرأ والأخضراء والأزويناء والتمر الحمد لله سياح والأكثر سياح كان الفرنسيين والإنجليزيين والألمان جميع الدول وتعد واحة ولد شاكر من أكبر الواحات في أفريقيا ويمكن الوصول إليها على الطريق الوطنية رقم 13 بين الرشيدية وأرفود